اشتركوا في القناة وهي الرسالة اللطيفة التي صنفها وألفها الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وقد توقف بنا الكلام على قوله رحمه الله ومنها مجمل ومبين فما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى باين الشارع إلى آخره شرع المؤلف بالكلام على المجمل والمبين والمجمل هو ما يتوقف فهم المراد منه على غيره إما في تعيينه وإما في بيان صفته أو في بيان مقداره مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون فإن القر أو القر لفظ مشترك بين الحيض والقهر فيحتاج إلى تعيين أحدهما ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان صفته قول الله تعالى وأقيم الصلاة فإن الأمر بإيقام الصلاة مجمل ومجهول بالنسبة لنا لكن جاءت السنة كما سيأتي ببيان ذلك ومثال ما يحتاج إلى غيره في بيان مقداره قول الله تعالى وآت الزكاة فإن القدر الواجب هنا مجهول فيحتاج إلى بيان وقالوا المجمل والمبين المبين هو ما يفهم المراد منه إما بأصل الوضع أو بعد التبيين مثال ما يفهم المراد منه بأصل الوضع كلمة أرض وكلمة سماء وكلمة صدق وكلمة عدل وكلمة ظلم فهذه الكلمات يفهم معناها بأصل الوضع ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها ومثال ما يفهم المراد منه بعد البيان ما تقدم من قول الله عز وجل وآقيم الصلاة وآت الزكاة فإن الأمر بهما مجمل جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ببيان ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام تارة وبفعله تارة قال رحمه الله وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المبين عن الله ونظير هذا يعني نظير ما في القرآن من مجمل ومبين أن منها محكما ومتشابه فيجب إرجاع المتشابه إلى المحكم هناك محكم ومتشابه والمحكم قيل هو ما اتضح معناه هذا هو المحكم ما كان معناه واضحا والمتشابه ما خفي معناه أو احتمل أكثر من معناه فالقرآن أو الأحكام الشرعية عموما فيها محكم وفيها متشابه فيجب رد المتشابه إلى المحكم ولهذا قال الله عز وجل هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله قال رحمه الله ومنها ناسخ ومنسوخ أي أن من النصوص الشرعية ما يكون منسوخا ومنها ما يكون ناسخا والنسق هو رفع حكم شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة هذا هو النسق أن يرفع الحكم الشرعي أو أن يرتفع دليل الحكم الشرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة هذا هو حد النسخ هذا هو حد النسخ رفع حكم جليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة قال الله تعالى ما ننسخ من آية أو نوسها نأتي بخير مثها أو مثلها يقول المؤلف رحمه الله والمنسوخ في الكتاب والسنة قليل يعني أن غير المنسوخ أن غير المنسوخ أكثر من المنسوخ وهو كذلك قال فمتى أمكن الجمع بين النصين وحمل كل واحد منهما على حال وجب ذلك بين المؤلف رحمه الله هنا شروط النسخ النسخ لا يقال به إلا بشروط منها أولا تعذر الجمع بين الدليلين تعاد النسخ لا يصار إليه إلا بشرطين الشرط الأول تعذر الجمع بين الدليلين فإن أمكن الجمع بين الدليلين فإنه لا نسخ لإمكان العمل بكل منهما لأن في النسخ لأن في النسخ إبطالا لأحد الدليلين وفي عدم النسخ إعمال لكلا الدليلين الشرط الثاني من الشروط العلم بتأخر الناسخ أن يكون الناسخ متأخرا ويعلم ذلك إما بالنص أو بخبر الصحابي أو نحو ذلك ومن الشروط أيضا ثبوت الناسخ أن يكون الناسخ ثابتا فإن لم يكن ثابتا فإنه لا نسخ قال رحم الله ولا يُعجل إلى النسخ إلا بنص من الشارع يعني أن ينص الشارع على أن هذا النص منسوخ كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها قال أو تعارضي النصين الصحيحين الذين لا يمكن حمل كل منهما على معنى مناسب فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى هذا هو الشرط الثاني أن يتعارض النصان بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه من الوجوه فإن أمكن الجمع فإن هذا هو الواجب لأن في الجمع إعمالا لكلا الدليلين وفي القول بالنسخ إبطال لأحدهما يقول المعرف رحمه الله فيكون المتأخر ناسخا للمتقدم ومن ذلك يعني من أمثلة ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنا فنسخن بخمس وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يتلى من القرآن فإن تعذر ذلك يقول المؤلف فإن تعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا إلى الترجيحات الأخرى إذا أمكن فإن لم يمكن فالتوقف والنسخ له حكم عظيمة منها مراعاة مصالح العباد بحيث أن الله عز وجل يشرع لعباده في زمان أو مكان ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم ومنها أيضا امتحان العباد هل يقبلون هذا الشرع وهذا الحكم الذي نزل من الله عز وجل وينتقل من حكم إلى حكم أو يكون عندهم تردد وتوقف ومنها أيضا التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال ثم قال المؤلف رحمه الله ولهذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قدم قوله لأنه أمر أو نهي للأمة وحمل فعله على الخصوصية له فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فإن أمكن الجمع بينهما فهذا هو الواجب فإذا تعارض القول والفعل فإن أمكن الجمع بينهما فهذا هو الواجب وإن لم يمكن الجمع فإنه يؤخذ بالقول ويحمل الفعل على الخصوصية هذا هو الواجب في مثل هذه الحال إذا إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فإنه يجمع بينهما متى أمكن فإن لم يمكن الجمع فإنه يقدم القول أولا لأن الفعل يحتمل الخصوصية وثانيا أيضا أن الفعل ربما يحتمل النسيان وإن كان هذا بعيدا قال وحمل فعله على الخصوصية فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل وكذلك إذا فعل شيئا على وجه العبادة ولم يأمر به فالصحيح أنه للاستحباب وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة وما أقره إلى آخره أفعال النبي صلى الله عليه وسلم قسمها أهل العلم من أهل الأصول إلى أقسام القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الطبيعة والجبلة كالأكل والشرب والنوم فهذا لا حكم له في ذاته لأن الله تعالى فطر الخلق جميعا وجب لهم على الأكل والشرب والنوم فهذا الفعل لا حكم له في ذاته لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه بسبب أو قد يكون له صفة مطروبة فمثلا الأكل طبيعة وجبلة لكن له صفة مطروبة كأن يأكل بيده اليمنى وأن يأكل مما يليه هذا هو القسم الأول من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله بمقتضى الجبلة والطبيعة فلا حكم له في ذاته لكن قد يكون مطروبا من جهة أخرى القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة أو بحسب العادة كاللباس فهذا مباح أيضا في حد ذاته لكن قد يكون مأمورا به أو منهيا عنه لسبب فمأمورا به كلبس البياض ومنهيا عنه كلبس ما نزل من الكعبين أو لبس الخيلة أو ما فيه التصاوير ونحو ذلك القسم الثالث من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية فيكون خاصا به لا يتعداه إلى غيره كالوصال في الصوم وكنكاح الهبة قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفع الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرنا معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكيحها خالصة لك من دون المؤمنين القسم الرابع من أقسام أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعله تعبداً بمعنى أنه فعله ويظهر فيه معنى التعبد فهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يكون واجباً حتى يحصل به البلاغ وأما بالنسبة لنا فإنه يدل على المشروعية لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له تعبداً يدل على المشروعية والأصل عدم التأثيم بالترك ومن أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته قالت يبدأ بالسواك فليس بالسواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل من الرسول صلى الله عليه وسلم ويظهر في هذا معنى التعبد فيكون الدخول بالسواك أو التسوق عند دخول البيت يكون سنة وليس واجباً القسم الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بياناً لمجمل فهذا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يكون واجباً حتى يحصل البيان وأما بالنسبة لنا فيكون حكمه حكم ذلك المجمل إن كان المجمل واجباً كان واجباً وإن كان المجمل غير واجب فليس بواجب فمثلاً قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة هذا أمر بإقام الصلاة وهو للوجوب وبينه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك واجباً ومثال ما ليس بواجب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين خلف المقام بياناً لقوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى هذه الأقسام المتعلقة بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله وإن فعله على وجه العادة دل على الإباحة ثم قال وما أقره النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال حكم عليه بالإباحة أو غيرها على الوجه الذي أقره إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم شيئاً فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولاً كان عن فعلاً فمثال إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على القول إقراره للجارية التي سألها أين الله قالت في السماء قال أعتقها فإنها مؤمنة ومثال إقراره على الفعل إقراره لصاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم قراءته بقول هو الله أحد فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه فهذا دليل على جوازي مثل هذا الفعل ولكنه لا يدل على مشروعيته وعلى طلبه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك وبهذا نعلم أن المشروعية أعني طلب الفعل إنما تؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعله وأما إقراره فإنه يدل على الجواز فأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله تدل على المشروعية فإذا قال قولا دل على مشروعيته وإذا فعل فعلا دل على مشروعيته وأما إقراره على الشيء أو للشيء فإنه يدل على جوازه إلا أن يقترن بذلك أدلة أخرى تدل على مشروعيته ثم قال المؤلف رحمه الله فصل وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين شرع المؤلف رحمه الله في بيان الدليل الثالث من الأدلة الشرعية وهو الإجماع والإجماع هو اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي هذا هو الإجماع أن يتفق المجتهدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي يقول وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة يعني شرعية فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم لقوله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس فقوله شهداء على الناس شامل للشهادة على أعمالهم وعلى أحكام أعمالهم والشهيد قوله مقبول وقال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول وهذا يدل على أنما اتفقوا عليه حق ومما يدل على حجية الإجماع أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة قال وجب الرجوع إليهم ولم تحل مخالفتهم يعني لا تحل مخالفة هذا الإجماع يقول ولابد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دليل من الكتاب والسنة كل إجماع لا بد له من مستند إما من كتاب الله وإما من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إن الإجماع على نوعين إجماع قطعي وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة كالإجماع على وجوب الصلاة ووجوب الزكاة ووجوب الحج وهذا النوع لا ينكره أحد بل يكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله فلو أن شخصا مثلا قال الصلوات الخمس ليست واجبة فإن هذا القول كفر لأنه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين والنوع الثاني من الإجماع الإجماع الظني وهو الذي لا يعلم إلا بالتتبع والاستقرار وهذا يحتاج إلى تثبت ولهذا قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة بل قال الإمام أحمد رحمه الله من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريه لعلهم اختلفوا والإجماع إنما يكون حجة بشروط الشرط الأول أن يثبت الإجماع بطريق صحيح بأن ينقله العلماء الذين يوثقوا بنقلهم للإجماع وثانيا من شروط أن لا يسبقه خلاف مستقر فإن سبقه خلاف مستقر فإنه لا إجماع لأن الأقوال لا تبطل في موت قائريها فالإجماع لا يرفع الخلاف السابق وإنما يمنع من حدوث خلاف ثم قال المؤلف رحمه الله وعم القياس الصحيح وقول وعم القياس الصحيح هذا هو الدليل الرابع من الأدلة الشرعية وقول القياس الصحيح احترازا من القياس الفاسد وهو ما اختل أحد أركانه والقياس عرفه المؤلف بقوله إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما هذا هو القياس إلحاق أصل بفرع لعلة بينهما فيلحق الأصل فيلحق الفرع بالأصل ليوجود علة تجمع بينهما ويسوى بينهما بالحكم ولهذا قال بعض في تعريف القياس إنه تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة فالأصل هو المقيس عليه والفرع هو المقيس والعلة هي المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل والقياس دليل معتبر شرعا قال الله عز وجل الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان والميزان هو ما توزن به الأمور ويقاس بها وقال عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده ولهذا قال ابن القيم رحمه الله إن كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دليل على القياس وقد أيضا جاءت السنة بما يدل على القياس أو على حجية القياس فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته عن أمها قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم قال قضو الله فالله أحق بالوفاء يقول المؤلف رحمه الله فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينها وبين النصوص وجب إلحاقها بها في حكمها لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات بين المؤلف رحمه الله القياس فقال متى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف وذلك أن الأحكام الشرعية من حيث العلة على أقسام ثلاثة القسم الأول ما لا تعلم علته ويسمى حكما تعبديا أي غير معقول المعنى والقسم الثاني ما كانت علته منصوصة أي أن الشارع نص على العلة والقسم الثالث ما كانت علته مستنبطة يعني أن المجتهد أو أن المجتهدين اجتهدوا في معرفة علة الحكم إذن الأحكام الشرعية من حيث العلة أو الحكمة على أقسام ثلاثة القسم الأول ما لا تعلم علته وحكمته ويسمى حكما تعبديا لأن لا نعقل علته وحكمته وإن كانت له علة لأن الله عز وجل لا يشرع الشرائع عبثا سبحانه وتعالى بل كل ما شرعه الله تعالى فهو لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها وليس جهلنا بشيء من ذلك دليل على أنه لا حكمة فيها بل هو دليل على نقص علمنا وقصور فهمنا من أمثلة ذلك المقادير يعني التي قدرها الله تعالى من الأحكام الشرعية وأعداد الصلوات فلو سألك سائل لماذا كانت صلاة الظهر أربعا والفجر ركعتان والمغرب ثلاثة ركعات نقول الله أعلم لا نعقل ذلك مثل هذا يسمى حكما تعبديا والغالب أن الأعداد والمقادير أنها تعبدية القسم الثاني ما كانت علته منصوصة يعني أن الشارع نص على العلة وأضرب لذلك مثالا من القرآن والسنة قال الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعمي يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسروحا أو لحم خنزير فإنه لجس فقوله فإنه لجس هذا هو علة الحكم والمعنى الذي من أجله جاء الحكم وهو قوله فإنه لجس فدل ذلك على أن كل لجس يعني أن كل نجس فهو محرم ومثال من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناج أثناني دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه فقوله من أجل أن ذلك يحزنه هذا تعليل للحكم فيأخذ منه أن كلما يدخل الحزن على المسلمين فإنه يكون محرما القسم الثالث من أقسام العلة العلة المستنبطة يعني التي استنبطها المجتهد ومن أمثلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان فنهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي أن يقضي وهو غضبان استنبط العلماء العلة من ذلك قالوا لأن الغضب يوجب تشوش الفكر والحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا تشوش فكر القاضي لم يتمكن من تصور القضية كما ينبغي ومن ثم يخطئ في الحكم فتبين بهذا أن العلة علة تعبدية أو حكم تعبدي وحكم معلل بعلة منصوصة وحكم معلل بعلة مستنبطة يقول المؤلف رحمه الله ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينهما وبين المنصوص واجب إلحاقهما بها في حكمها لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات فمن أمثلة ذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير الحديث فبين هنا أن البر يجري فيه الربا يجري فيه الربا فيقاس على البر ما كان مشابها له كالرز مثلا فنقول إنه يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع بجامع أن كل منهما مكيل ومطعوم والشارع كما قال المعلف لا يفرق بين المتماثلات كما لا يجمع بين المختلفات والمفترقات قال وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله تعالى وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل والقياس إنما يعدل إليه وحده إلى فقل النص فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره وهو معيد للنص فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له وفي قول المؤلف رحمه الله فجميع ما نص الشارع على حكمه هو موافق للقياس فيه رد على من قال من العلماء عن بعض الأحكام الشرعية إنها جائزة لكنها مخالفة للقياس فكونهم يقولون عن هذا حكم الشرعي الثابت إنه مخالف للقياس لا ريب أن هذا القول باطل وذلك لأن الشرع هو القياس فالشرع هو الحاكم لا أنه محكوم عليه ولا يمكن أن الشارع أن يشرع شيئا أو أن يحكم بشيء ويكون مخالفا للقياس والنظر الصحيح يقول المؤلف رحمه الله فصل وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا ونفعوا وانتفعوا وانتفعوا بها فمنها اليقين لا يزول بالشك أدخلوا فيه من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا فمتى حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن أشار المؤلف رحمه الله هنا قال أخذ العلماء رحمه من نصوص الكتاب والسنة قواعد جامعة تنبني عليها تنبني عليها أحكام كثيرة هذه القواعد في الواقع هي أصول شرعية لكنها مستمدة من نصوص الكتاب والسنة فمنها أولا اليقين لا يزول بالشك اليقين يعني أن الأمر المتيقن ثبوته لا يزول بالشك لا يزول حكم بالشك والشك هو التردد بين أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر وهذه القاعدة تلت عليها السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي يجد الشيء في الصلاة قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ذيحا هذه القاعدة تدخل في أبواب كثيرة من أبواب العبادات ومن أبواب المعاملات فنضرب أمثلة من هذا وهذا فمثلا إنسان تيقن الطهارة توضع وتيقن الطهارة ثم شك في انتقاض وضوءه فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك بل حتى لو غلب على ظنه أن وضوءه قد انتقض فإنه لا يلتفت إلى غلبة الظن وذلك لأن الطهارة هنا يقين واليقين لا يزول إلا بيقين على العكس من ذلك إنسان محدث وشك هل توضع أو لم يتوضع نقول لا يلتفت إلى هذا الشك ويرجع إلى الأصل وهو أنه محدث حتى لو غلب على ظنه أنه قد توضع فإنه لا يعمل بغلبة الظن لأن الحدث هنا متيقا واليقين لا يزول بالشك ولا يزول بغلبة الظن كذلك أيضا لو كان إنسان عنده إناء فيه ماء ثم غاب عنه ورجع إليه وشك هل تنجس هذا الماء أو لم يتنجس فيرجع إلى الأصل وهو الطهارة لأن طهارة الماء يقين وكونه تنجس شك والشك وهو اليقين لا يزول بالشك كذلك أيضا هذه القاعدة تجري في أبواب النكاح فإنسان مثلا شك في طلاق زوجته هل طلقها أو لم يطلقها نقول لا تلتفت إلى هذا الشك لأن لدينا أصلا متيقنا وهو بقاء عقد النكاح فأنت شككت في زوال هذا الأصل والأصل بقاء ما كان على ما كان كذلك أيضا لو أن شخصا ارتضع من امرأة وشك هل هذا الرضاع محرم أو ليس محرما فالأصل عدم التحريم لأن الأصل عدم وجود الرضاع إذن اليقين لا يزول بالشك يقول المؤلف أدخل فيه يعني في هذه القاعدة من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا فمتى حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل متيقا وقالوا الأصل الطهارة في كل شيء فالأصل في كل شيء الطهارة في الأرض والملابس والمياه وغيرها والأصل أيضا الإباحة إلا ما دل الدليل على نجاسته أو تحريمه فهنا أصلان الأصل الطهارة وثانيا الأصل الإباحة الدليل على أن الأصل الطهارة قول النبي صلى الله عليه وسلم وجوعلت لي الأرض مستداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وهذا يدل على أن الأصل في جميع الأراضي الطهارة وقوله أيضاً في العدول للتيمم أيضاً الأصل الإباحة في جميع الأشياء أنها مباحة فلا يحكم بالتحريم إلا بدليل وهنا أيضاً زيادة للإضاحة نبين أن الأشياء أربعة عبادات ومعاملات وأعيان وعادات فهذه أربعة أشياء الأول العبادات فالأصل في العبادات الحضر والمنع بمعنى أن الإنسان لا يجوز أن يتعبد بعبادة حتى يعلم أن الشرع جل عليها قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد وعلى هذا فلو تنازع شخصان في مشروعية عبادة أو في عدم مشروعيتها فالقول قول من يقول بعدم المشروعية لأن الأصل عدم المشروعية فالذي يدعي المشروعية هو الذي يطالب بالدليل ثانياً المعاملات من بيع وإجارة ورهن وحوالة وضمان وغيرها الأصل فيها الحل والإباحة قال الله عز وجل وأحل الله البيعة وحرم الربا فلو تنازع شخصان في معاملة أحدهما يقول إنها محرمة والآخر يقول إنها مباحة فالقول قول من يدعي الإباحة لأن الأصل معه وأحل الله البيعة وحرم الربا ثالثاً الأعيان التي خلقها الله تعالى ما خلقه الله تعالى من الأعيان من الأشجار وما فيها من الثمر ومن الحيوانات وغيرها الأصل فيها الحل والإباحة قال الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه فمن ادعى حرمة ثمر أو حرمة حيوان فعليه الدليل على تحريمه وإلا فإن الأصل هو الحل والإباحة رابعاً العادات ما اعتاده الناس من العادات سواء كان ذلك في مآكلهم أو في مشاربهم أو في ملابسهم أو في مساكنهم فالأصل فيه الحل والإباحة ما لم يكن فيه مخالفة للشرع فإذا اعتاد الناس أن يأكلوا الطعام على طريقة معينة أو في أوقات معينة أو بصفة معينة فالأصل في ذلك الحل والإباحة إذا اعتادوا أن يلبسوا اللباس على صفة معينة فالأصل فيها الحل والإباحة ما لم يكن في ذلك مخالفة للشرع ثم قال المؤلف رحمه الله والأصل براءة الذمم من الواجبات ومن حقوق الخلق حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك الأصل براءة الذمم من الواجبات ومن الحقوق فالأصل براءة الذمم من الواجبات المتعلقة بحق الله عز وجل وذلك فيما إذا صدر هذا الفعل أو الواجب من أهل فالأصل أن ذمته تبرأ بذلك ويكون قد برئت ذمته وسقط الطلب فمثلا لو أن شخصا صلى صلاة الظهر وهو أهل لذلك فإن ذمته تبرأ بذلك حتى لو جاء إنسان وشككه في هذا فلا يلتفت إلى هذا الشك لأن الأصل سقوط الطلب وبراءة الذم إلا أن يتيقن أن هناك خللا في هذه العبادة التي فعلها كذلك أيضا الأصل براءة الذم من حقوق الخلق فلو أن شخصا ادعى على آخر وقال في ذمتك لي كذا وكذا فالأصل براءة الذمة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لدعى رجال دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي فكل إنسان يدعي على شخص دعوة مالية أو دعوة حقوق أو نحو ذلك فعليه أن يثبت هذا الشيء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر قال والأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم من حقوق الله وحقوق عباده حتى يتيقن البراءة والأداء الأصل بقاء ما اشتغلت به الذمم فالإنسان مثلا إذا خوطب بعباده وفعل هذه العبادة على وجه كامل وتيقن ذلك أو غلب على ظنه فإن ذمته تبرع لكن لو أنه شك في حصول خلل في هذه العبادة من عدم استقبال القبلة أو عدم الطهارة أو نحو ذلك فالأصل أن ذمته تبقى مشغولة حتى يتيقن البراءة والأداء أيضا في حقوق العباد إنسان مثلا قد تيقن أن في ذمته لفلان كذا وكذا من الدراهم وشك هل أدى هذا الحق أو لم يؤده فالأصل أن الحق باق وهذا كله مأخوذ من هذه القاعدة السابقة اليقين لا يزول بالشك الأصل ويتفرع عنها الأصل بقاء ما كان على ما كان وهذه القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان هي من فروع اليقين لا يزول بالشك لأنما ثبت يقينا لا يزول بالشك بل لا يزول إلا بيقين هذا ما تيسر الكلام عليه في هذا اللقاء وفي هذا الدرس ونستكمل ما تبقى من هذه الرسالة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعي بإحسان إلى يوم الدين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر